سلام عليكم و اهلا بكم في عالم امان النهاردة هنعمل بريل التوفير شفاف بدون تكسابون ولا كيمويات دودته عالية جدا و نضافة مفيش بعد كده حلوة قوي و ما استخدمتش اي الوان ولا اي حاجة مش عندي في البيت استخدمت حاجات كلها موجودة عندي بجد الكمية حلوة جدا و كمان الصابون بينظف مش عايزة اقول لكم قد ايه المنظر هو اللي هيحكم والرغوة و الجميل و شايفين لما حبتت حبة صغيرة مركزين و عاملين ازاي طبعا كل ما بيعد كل ما بيتركز اكتر واكتر لو انت عاوزة تيقطر الكمية يعني مثلا تعملي خمسة لتر انا عملت حوالي تلاتة لتر لو انت هتعملي حوالي خمسة لتر يبقى بتزودي طبعا وبتخففي شوية الصبو الصبون بريل اللي معي النهاردة بمكونات سهلة جدا طبعا انتو عارفين الصبون دا اللي بنعمله في القناة وبصراحة ناجح معي جدا جدا والحمد لله التعليقات جميلة والناس جربته و مفيش بعد كده صبون عالم اماني حاجة كده من خمس سنين بتتعمل في القناة معروفة جودتها و معروف الصبون عاملة ازاي اكيد شايفين الفرق بين الصبون وبين اي صبون تاني بتشوفوه في اي حتة صبون ممتاز انا بشرت الصبونتين من اللي عاملينه في عالم اماني لو مش عندك تقدر تستخدمي يعني تستبدليه بصبون بصبون بريحة لو هو صبون الحمام فيش اي مشكلة خالص بس بما اني طبعا بفضل الصبون البلدي بما اني بستخدمه في المواعين علشان ما يبقاش في ريحة في الصبون حطيت كوباية من الميا المغلية مش سخنة بس لازم تكون مغلية وهقلب كويس جدا جدا واهم حاجة في المنظفات انك تقلبي كويس قوي سامحوني على صوتي عندي برد دعولي بالشافة ان شاء الله وهنقلب جامد جدا لغاية لما يصبح معي كريمي كده شفاف حاجة كده تحفة شايفيني الصبون الصبون ده مش هتلاقوه في اي حت تانية خير في عالم اماني بس الصبون البلدي ده من سنين انا بعمله ومشهرة بيه حتى فعلتي يعني ما بيعوزوا صبون يتعملين يتعملوه زي بالزبط يعني زي ما احنا شايفين كده شفاف وكريمي وحاجة تحفة الصبون ده لو مش معمول بجودة عالية يبقى حيفسل منك ومش هتعرف تعملي صبون سيل ابدا بيه زي ما احنا شايفين كده الجودة معروفة جدا هسيب لوكو لينك المنظفات كلها في القناة في الوصف صندوق الوصف تحت الفيديو على طول بإذن الله وكمان في اول تعليق مثبت مني في التعليقين تمام كده نيجي بقى لبقية المكونات بعد ما دوبت السبون بتايرة كانتو على جنب وهبتدي احط معلقتين كبار مليانين من البتاس اللي هو الكنتور اللي هو السودا الكوي وقلب كويس وادوب كويس جدا ودي خطوة مهمة واسيبه يبرد كمان كتير بيشتكوا من ان ريحة السبون مش كويسة ليه؟ علشان ما بتديش فرصة للصودا الكوية اللي هي البتاس تبرد براحتها بتحطيها وهي سخنة وده ما ينفعش أبدا دوبت البتاس في كباية من المية معلقتين بتاس او صودا كوية في كباية من المية بردة من الحنفية وركنت لازم كل حاجة تدو بيها لوحدها عشان ما يكلكعش معيك اي حاجة في الصبون بعد كده هبتدي حط 3 معالق من النشا زي ما شوفنا كده وهدوب كويس جدا النشا في كباية من المية وقلب كويس قوي لازم تدوب زي ما احنا شايفين كده وهبتدي حطها على البتاس اللي متدوب في المية وقلب كويس جدا كده انا عملت التكسابون الطبيعي بايدي في البيت من غير ما اشتري اي حاجة تكسابون بيساعد على الرغوة وبيديني القوامش جل بتاع اي صبون بتشتريه واغلى منظف بتشتريه من برا بعد كده بزود مية وبدوبه زي ما احنا شايفين كده علشان يبقى شفاف وجميل معي شايفيني الصابون بعد ما قاعد تاني شوي هبقى عامل ازاي كل مرة بيبقى كريمي اكتر من المرة التانية طبعا انا مش مزودة مية كتير علشان اعرف في الاخر انا هحتاج قد ايه والحاجة متخفش مني وتبوز يعني لما تكون تقيه لو تزوديها احسن لما تكون خفيفة مية وتبقى بازت مني طبعا حطيت كل المكونات خلاص والاضافات اللي انا مدويباها وبعد كده هبتدي اضيفها على الصابون وقلب كويس جدا جدا والتقليب مهم قوي يا جماعة في المنظفات علشان ما يحصلش اي تكتل في الصابون قلبي جامت كده وما تكسليش بالشكل ده طبعا هحط بقى السكر والسكر هنا بيكون جلسرين لأيدي علشان ما يقصرش اي شيء او اي صابون على جلدي وعلى قدية ده بيعتبر جلسرين طبيعي هدوب معلقتين كبار او تلات معلق كبار يعني حوالي ربع كباية من السكر واقلبها كويس قوي انا بقلب جامد لان السكر بتاعي كمان كان خشن قوي وبعد كده احط معلقة من الكاربونوتو واقلب كويس كل مكون بحطه لازم اقلب كويس بالشكل ده علشان المكونات تندمج مع بعض بعد كده معلقة من ملح اللمون طبعا انا كل حاجة بدوبها الوحدة زي ما انتو شايفين وببتدى دفها على السبو اللي هو الطبق الاساسي معايا اللي انا ركني ده وبعد كده بقلب كويس قوي طبعا هنا ملح اللمون بيتفاعل مع الكاربوناتو بيتفاعل مع السكر كل ده بيكونولي خليط كمه كمه في النظافة بيتخلي يا جماعة الالمونيا زي القشطة فل والبوتجاز واي حاجة انا عايزة والله انا باخد منه كوباية للسجاجيد وبخسل السجادة بتبقى زي القشطة يعني لو مش عندك اريل مش عندك اي حاجة تاخد الكوباية من السابون ده ترشي كده على السجادة او مع اي مشاية عندك عايزة تغسليها هتبقى في منتهى الروعة والنظافة متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عالم اماني كل فيديو جديد والاشعارات تجيلكم يا حبيب هقلب كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده وكده يبقى السابون بتاعي كله اندمج مع بعضه في منتهى الجميل عايزة اوريكم القوام قبل ما حط بقية الاضافات شايفين عامل ازاي طبعا كل ما هقلب كل ما اي حاجة مكالكع معيها هدوف هحط كوبايتين من البريل اي نوع صابون عندي انا بقول بريل كده عشان لساني متعود بس اي صابون غالي الخيس تقدار ان انت تجي فيه يعني اي نوع صابون بالشكل ده هقلب كويس جدا جدا انا مضيفتش لون مضيفتش اي حاجة انا كنت كمان اتمنى ان هو يطلع ابيض بس تلعي اللون ده مفيش مشكلة فاتح وجميل علشان الناس اللي بتشتكي اني مبتعرفش تجيب لون او بيفصل معاها اللون عندنا الصابون طبيعي جدا مفيش اي حاجة غير طبيعي صابون عالم اماني مش بيفصل روعة في منتهى الجميل والحمد لله يعني احلى تعليقات بتجيلي منكم ان الصابون ناجح معاكم وشكرا على كلامكم الجميل بيجد بيساعدني قوي ما تنسونيش حبيبي في الاشتراك في القناة واللايك والشير للفيديو عشان كلنا نستفيد